موسيقى 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 لأنه يكون مؤشر لكنه دايما يتحدد فقر الدم بكفاءة الدم عن طريق نسبة الهيموغلوبين بالدم ودايما طبعا الهيموغلوبين لازم يتراوح عند رجال ما بين 14 إلى 18 جرام لكل 100 مليلتر وعند السيدات لازم ما بين 12 إلى 16 جرام لكل 100 مليلتر إذا نخفضت نسبة الهيموغلوبين عن هذه النسبة فبيكون الشخص يعني معرض لفقر الدم عن طريق الهيموغلوبين طبعا هو الهيموغلوبين هو اللي بيحدد لنا كفاءة الدم على أنه ينقل الأكسوجين لخلايا الجسم لتأمين الاحتيازات طبعا الهيموغلوبين هو طبعا بيعطي الصبغة الحمرة لون الأحمر للدم ودائما بتحدد بفقر الدم لأنه العنصر الأساسي بتركيب الهيموغلوبين هو الحديد فدائما نقص الحديد بيكون مرتبط بفقر الدم طيب نعرف منك هبة هلأ ما هي مصادر الحديد يعني أنواع الغداء الموجود فيها الحديد ورح نعرض صور أكيد هلأ أخرى للحديث أكيد فاتر الحديد طبعا مهم كونه يعني بيأمن لنا يعني احتياجاتنا اليومية كونها احنا منلاحظ أن السيدات بيحتاجوا 8 جرامات من الحديد باليوم يعني احتياجهم 8 لعشرة جرامات بتراوح الاحتياج من 8 لعشرة من إيش؟ من أي مادة غذائية؟ جرامات من البروتين من الحديد أنا بأصد خصوصا للحديد طبعا متواجدوا بالبروتينات اه طبعا اللي هي باللحوم اه باللحوم والرجال كمان بيحتاجوا بحدود يعني 8 برضو بس بالنسبة للسيدات 18 خصوصا بالحوام 18 لعشرين منلاحظ السيدات بيحتاجوا الحوام الأزود كمان نسبة هاي هلأ متواجده بالمصادر الحيوانية اللحوم الحمرة خصوصا الكبدة فاتن كونها يعني كلها دم اه مصدر هيمي مصدر الهيمي متواجد بالمصادر الحيوانية الحديد الكبدة يعني أعلى نسبة حديد في الكبدة كبدة دلعجل خصوصا بتأمن لنا احتياجنا من الحديد بالنسبة عالية نعم وطبعا الكبدة غنية بيتامين A اللي هو مهم للخلايا والوصحة العيون بتحتوي الكبدة على B12 اللي هو من وظائف B12 تكوين كوريات الدم الحمرة فهو بساعد على تكوينها ويحتوي الكبدة كمان على فيتامين B6 اللي هو مهم لمنعة الجسم بالضبط اه وطبعا متواجدة باللحوم الحمرة والجاج والأسماك كمان كلها مصادر البيض غني بالحديد كونه كونه طبعا كلها مصادر حيوانية زي ما احنا شايفين الكبدة على الشاشة اه هاي ضرورية ضرورية وضروري نركز عليها خصوصا اللي بيعانوا من نقص الحديد ودايما المصادر الحيوانية تمتص بالجسم بكفاءة أكبر أسرع من المصادر النباتية يعني تمتص بمعدل ثلاث مرات بصورة أكبر وأسرع من المصادر الحيوانية من المصادر النباتية هلأ بقوليات الفول الحمص العدس وبتواجد كمان بالخضرة الورائية نعم يعني عندنا اللي زي السبانخ هاي دول الغامقة اه الخضرة الغامقة السبانخ الجرجير الملوخية الخبازة كلها هاي الخضرة الورائية غنية بالحديد ضروري اننا ندمجها ونحاول نركز عليها طبعا بس بالنسبة للمصادر النباتية ضروري ان نضيف فيتامين سي نعم يعني ممكن عصرة لمون على العدس شربة العدس احنا داوم نعمل هاي الشي من باب وغاني كتير عفكر العدس بالبروتين كتير مفيد بقولوا لحمة الفؤرة مضبوط يعني اللي بعمل عدس كتير بالستشيد كتير مفيد وضروري نضيف عصرة لمونة على أساس نعمل تحرير الشكل الحديد عشان نسهل امتصاصه داخل جسمنا بالضبط ضروري اضافة الحمضيات خلينا شوف صور البقوليات والعسل انت ذكرتي اه بالضبط العسل برضه مصدر غني كتير بالحديد خصوصا العسل الأسود بيحتوي طبعا هو بأوي المناعة مطهر عام مضاد للالتهابات والميكروبات كونه بيحتوي العسل على بي كومبلكس وبيحتوي على الحديد بنسبة كبيرة هذا العسل الأصلي طبعا اه العسل الطبيعي خصوصا نركز على العسل الأسود كلما كان أمننا العسل الأسود نسبة الحديد فيه عالية بيعالج حتى الأنيميا اللي بيعانوا من فقر الدم بيعالجهم العسل يعني أداية أخذوا باليوم مثلا يعني لو أخذوا معلقتين عسل يوميا ان شاء الله يعني كثير يعني الصبح والمساء ممكن يكون معلقة الصبح معلقة بالمساء بأوي ومطهر عام ولجهاز المناعة ممتاز كمان العسل شكرا يا هيبة على المعلومات القيمة وكل عام وانت بقى الفخير وانت بخير أكيد لأنه اخترت بعيد الأطحى وانت بخير ومنشوفتك أكيد بعد العيد ان شاء الله ان شاء الله سكرا إليك مشاهدين الكرام احنا مقبلين هلأ على الأعياد وأكيد في اختلاط بين الناس رح يكون ومن زيارة لزيارة فمن نحكي اليوم عن موضوع الناس اللي بعانوا من الرهاب الاجتماعي يعني فيه ناس بتخاف المقابلة للناس أو بتقعد مع مجموعة فمن نحكي عن الموضوع مع دكتور محمد الدباس استشاري أمراض النفسية صباح الخير صباح الخير كيف بكتور محمد؟ الله يخليك أهلا وسهلا فيك بالبداية ما هو الرهاب الاجتماعي؟ ستي أو شي صباح الخير لأيلك ولكل السادة المشاهدين عبر قناتكم المفضلة قناة نور مينا أهلا وسهلا بحب طبعا بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك أني أهني الأسرة الأردنية الواحدة وأتمنى لهم السعادة والسلوان وإدامة الأمن والأمان في أردننا الغالي إن شاء الله موضوع الرهاب الاجتماعي هو أحد الأمراض القلق النفسي عم بتاع فيه اختفات أن القلق النفسي بشكل عام بيحتوي على عدة أمراض منها الرهاب الاجتماعي في أن القلق النفسي العام والإنسان بيكون قلق دائما طيلة الوقت قريبا ومعظم الأيام وفي عندك نوبات الهلة من ضمن أمراض القلق النفسي وفي عندك كمان البيتي اس دي اللي هو نوبات أو منسميها ما بعد الصدمة النفسية أو الكرب طبعا هاي كلها في عندنا كمان الوسواس القهري باندمج تحت بند الأمراض القلق النفسي أمراض القلق النفسي بشكل عام أصبحت هي مرض العصر في أيامنا الحالية وبشكل يعني عبء على المواطن وعلى الأسرة بشكل عام وعلى المجتمع نعم الرهاب الاجتماعي كمرض هو عبارة عن حالة خوف ورعب غير مبرر ويعني الخوف بيكون مبالغ فيه عند ظروف وباقي الحالات إذا كان مجالس في البيت بيكون الأمر طبيعي بالنسبة له لكن هذه الظروف مثل الاختلاط مع الناس المشاركة في المناسبات أنه يئم في الصلاة أو يروح للجامعة أنه يلقي محاضرة أو فيه عنده مقابلة للعمل هون بيصيبوا حالة من الرهاب الاجتماعي اللي هي عبارة عن نوبة قلق حاد بيصير فيها أعراض جسمانية وأعراض نفسية فيه أشخاص بيكونوا ناجحين في أعمالهم أنه عنده أسلوب أو تكنيك معين في المقابلة المقابلات التلفزيونية إذا المذيع مثلا مش مريح مع الضيف أو بده يعرف سيكولوجية الضيف والضيف يعرف سيكولوجية المذيع أو المذيع اللي بتعامل معها إذا شعر أنه والله فيه شوية قلق فيه شوية خوف يعني مجوز أنت بيمر عليك كثير حالات مقابلات مع أشخاص صحيح بيكون عندهم حالات بتوحظي عليهم الارتباك الشديد الب البداية وبعدين تمشي وبينشف ريه وبينده مية وحالة حالة وشو بدي يحكي ذنسه صحيح فيش تركيز يعني دكتور أنت ماشاء الله عندك برود عصاب يمكن واحد بقدر هو يسيطر حاله إذا المادة الكيميائية في دماغ تمام وسليما هو يعمل هو شخص يعني بدي يعمل كنترول ينسى اللي حوله نعم يسيطر على هذا من ضب العلاج السلوكي ضد الضبط والعلاج السلوكي يعني فيه العلاج فيه علاجات أدوية بتنعطها للرهاب الاجتماعي بتحسن الحال خلال فترة قصيرة حل العلاج السلوكي بيصير فيه عمليات الاسترخاء أو كيف يأخذ نفس كيف طريقة صحيحة البريفنج سرصائزي التنفس كمان فيه برنامج سلوكي بنعمله خطوة بخطوة ايش بتضمن هيك باختصار يعني أولا مثلا في المواقف كيف يدخل في المواقف الاجتماعية بالتدريج ممكن يروح مع شخص معين في الزيارة الأولى الزيارة الثانية يصير لوحده كيف يتحدث كيف يبرمج شو بدي أحكي أنا في بداية الكلام تبعي هو في الرهاب أو الخوف أو القلق في المقابلات وإشي أهم شغلة أهم جزء هي أول خمس دقائق من المقابلة صحيح إذا عمل عليها كنترول طبعا الشخص يعني فيه العوامل كثيرة اللباس مهم جدا تجهيز نفسه للمقابلة أو أنه بدلوه على يعمل سمينار أو مقابلة ويحقات لنفسه دائما يحكي أنا عندي ثقب نفسي بالطبع دائما يحكي أنه أنا زي زي غيري إذا مش أحسن اثنين يكون اللباس مريح نفسيا مرتاح يكون ماكل مش لابس لي والله كندرة أو حذاء لسه أول مرة بدلبسها وبدو يروح يعمل مقابلة وشادة عليه أو الربطة شادة أو الأميس الجديد ومخنو بدون هالواسطة فيروح دائما فيه لباس مريح يكون من نايم كويس ماكل يروح قبل الوقت دائما صح عشان يتهيأ يتهيأ للجو ويشوف الجو أنا عندي محاضرة في مكان معين بدي أعرف مين الأشخاص اللي بدي أحاضر فيهم صحيح بدي أعرف عددهم شو الكالتشر شو ثقافتهم تبعتهم حتى أعرف المقابل شو كيف أتصرف مش أتفاجأ في والله في أشخاص في ناس بسيطين أو ناس متعلمين جداً أو نواب أو وزراء والنوعية اللي أنا بتتعامل معهم تكون مهم جداً فهم بعطي الشخص أريحية وأتعود على الموقف اللي بدي أشوف مثلاً في قاعة محاضرات في قاعة المقابلة أشوف أدخل قبل بوقت ما كونش متأخر ومستعجل وتأخرت عن الموعد وحالته حاله ومرتبك بزيادة هم بزيد الارتباك صحيح أثنين فيه عندنا كمان أنه دائماً الشخص في أي مقابلة بده يعملها يكون يعرف أول خمس دقائق أول كم جملة على الأقل يكون عارفهم يتدرب عليهم يتدرب يعمل عليهم تكرار في البيت اللي عنده رهاب بده يعمل تدريب أنه مثلاً والله عندي محاضرة بده عنده سمينار في الجامعة بده يعرف أول عنده على بريزنتيشن سلايدات أو شيء بده يقدمها بده يعرف أول سلايدين أو أول فقرة من الفقرة المحاضرته يعرفها عن غيب ويكررها ومش غاض كمان اللي عنده مثلاً محاضرة أو لقاء أو مقابلة إلى شغل نعمل يعني زي موك إكزاميل يعني زي مرحب اختبار فارسو يعني يعني تمثيل نعمله صحيح أنه ييجي على العيادة مع المعارج أو مع مجموعة من أصدقائه يقدم المحاضرة يحكي أمامهم أو حتى كمان في البيت لوحده صحيح يحط نفسه أمام المرأة ويتدرب ويتدربه ويحكي ويشوف حاله كيف بـ أو يصور حاله فيديو طبعاً لكل شخص عنده موبايل ويضبوط صح يحطها للموبايل يصور نفسه ويبلش يحكي صحيح أو قدام عائلته ترجمة نانسي قنقر